موسيقى 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 أنا كنشوف بنسباعي لكنشي نقولو وصية أو لا قسراح اللي ممكن ليكون هو أنه الشباب يعني من الزواج يساوي الشباب وكان عرفو بأنه الناس يكون مزالين صغار عشرين إلى خمسة عشرين ثلاثين عام يعني نقولو تجربة في الحياة كتكون قليلة نظر الأمور كتكون ضيقة كما بغي يكون الحال لأنه مكناش تجربة وخي يكون قاري اللي قاري أو لوصل المستوى اللي بغي يوصله من ناحية الدراسة فكتبقى دائماً تجربة دي الحياة هي أهم وأكثر وأكبر وهي المدراسة الكبيرة وهي المدراسة اللوغلة وهي المدراسة الأخيرة فالاقتراح اللي ممكن لي نقول هو أنه أولاً وكبله الشيء الولديهم بداية الولاد إلا قدروا أنهم يأطروا فيهم ولكن الشباب نيشان هو أولاً ونقبله كل شيء فبحلي قلت منين يجي أنا نقدم على الزواج غادي نشوف إلا كان ذاك شي مبني على النية مبني على واحد النوع ديال الود مبني على واحد النوع ديال الاحترام مبني على واحد وعليه إلا شت بأن الآخر يعني نقولوا ما يعترف لي حتى بشي حاجة إلا ربما إلا كنت كان كتاس بشي أمور ويمكن يشوف غير هادوك الأمور وكتبان يعني في الحياة اليومية وفي اللقاءات يعني في الخطوبة وما قبل الزواج يعني في ذاك المرحلة كلها ديال ما قبل الزواج واللي كانوا الصعر لها بأنه إلا كانوا الناس يعني يقولوا حطوا الخطوبة ما حطوا الخطوبة إلا فجي منهوا باش انه كيكون واحد مهلا لطرفين اللي غايد يقدموا على هادك الزواج باش انهم كيفكروت فجي نرى ووش ذاك الذاك السوران الأخر ذاك الشيكة ذي الحياة ولا الشيكة ذي الحياة واش غادي يطلق لي، واش مغا운� ان طلق ليس واش غادي نكون مرتحة معها واش غادي نكون مرتحة معاها واش مغاين نكون مرتحة معها يعني العادات والتقاليد حطوا هذه المهلة دي الوقت ما بين الخطبة وعقد القران والزواج وروح ما عليك نقوله بالدريجة إلا للتفكير والتفكير أنا كنشوف خاصه يمشي في هذا التجاه هذا في هذا التجاه هذا اللي هي دائما مراجعات هذا النظرها دي مراجعات هذا المسألة هدي باش نشوف وين كنحط رجلي إلا كان نقوله الطرف الآخر بحليقنا ده بعد أنه كي هدف وكي هدر وكي هترف بحليق نقوله غير بهذه الأمور هذه المادية فهنا كنظن أنه الإنسان خاصه راجع مزيان لأوراق دياله قبل ما يقدم على على يعني نقوله على ذاك الزواج وعلى ذاك العقد ديالذاك القران دونك هدي هدي النقطة اللولة باش أنا أروا منين كنخرجوا على هاد مسألة هدي لأنه هدي مسألة كنظن مهمة بزاك كي بقوا أمور أخرى اللي كي خاصهم كذلك تنقشوا فيما يخص خصوصا الاحترام فنقوله هادك المهلة هدي كذلك الخطوبة هم بعد الزواج فكي خاصة تكون على الأقل على الأقل في ذاك ستشهر لولا تسعى شهر لولا قبل ما إنسان كي يقدم على الزواج كي خاصة تكون يعني إنسان يدرس هاد المسألة هدي ديال أنه المؤسسة ديال العلاقة اللي كيمكن لها أنها تنجح واحد مشروع كبير بحل هذه ديال الزواج فهو الاحترام الاحترام إلا كندك سيد هذا ما كتحترمنيش إلا كندك سيده ما كتحترمنيش وفي وقيتها ديال غير في وقيتها ديال الخطوبة فهذا مسألة هدي كي خاصة تراجع قبل ما أن الإنسان يخوض في مغامرة اللي ما لا يسوء الحد تقدر أنها مية في المية أنها تخرج يعني بنتيجة سلمية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا